القصص القرآني طيقته الخاصة في عرض الحقائق تقديم الأفكار لإدخالها إلى القلوب في صورة حية وذلك بتمثيل هذه الحقائق في صورتها الواقعية وهي تجري في الحياة البشرية كما يجري الماء بسبيله وقصة قولوط عليه السلام من القصص القرآني التي ساقها القرآن الكريم بصورتها الواقعية قاصدا من خلالها عرض الحقائق وترسيق قواعد التوحيد وبيان سنة الله في التعامل مع الظالمين لأنفسهم تضوء أحداث قصة قوموط عليه السلام مع قومه في منطقة تدعى السدوم وسدوم تضم إثني عشر قرية وهي دوم غامورة وصبرانة وصفراء ودومة وصابورة ودا دومة وصبواس وصبعة وصعرة وتقع هذه القرى في منطقة ما بين الشام والحجاز بناحية زغر ويطلق على هذه القرى المؤتفكات ويسكن كل قرية مئة ألف لوط عليه السلام هو ابن هاران أخو إبراهيم فيكون إبراهيم عم لوط عليه السلام مات أبوه فتربى في بيت جده أرزل وعم إبراهيم أي أنه تربى في بيت نبوة لما ألقى قوم باب إبراهيم عليه السلام في النار وكانت المعجزة خرج منها سالما لم يؤمن إلا لوط عليه السلام فعزم إبراهيم على الهجرة وهاجر معه لوط ثم أمره إبراهيم أن يتوجه إلى قرية سدوم وكانت مدينة كبيرة عدد سكانها أربعة آلاف نسمة مركز تجاري ومحطة على طريق السفر في فلسطين عند البحر الميت وتسمى في القرآن بالمؤتفكة قال تعالى والمؤتفكة أهوى انتشر الفساد الشديد في سدوم وعملوا من الموبقات ما لم يفعله أحد ولم يكن فيهم مؤمن قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فلم يكن فيها من المؤمنين إلا لوط وابنتين ابتدع أهل سدوم أنواع المنكرات والفواحش كانوا أول من مرصت شزوز الجنس بين الرجال وفي هذا الرد على من يعتبر هذا الأمر من طبيعة الإنسان وجيناته والله يعلمنا أن نتعامل مع الفساد الذي يظهر ونواجهه ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مصيفون تعددت منكراتهم شزوز جنسي بين رجال قطع للطلقات سلب ونهد للناس الإنحطاط وسوء الأخلاق في المجالس أإنكم لتأتون رجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فبدأ لوط عليه السلام يدعو قوم سدوم ناصحا ومشفقا رغم أنه غريب عنهم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وراطعون وما أسألكم عليه من أجن إن أجي إلا على رب العالمين لشدة فجور قوم سدوم فإنهم أرادوا تردروت عليه السلام بمجرد دعوته لهم وما هي الجريمة التي ارتكبها لذلك إنها التهارة انقلبت المفاهيم عندهم صارت التهارة جريمة يعاقب عليها وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قايتكم إنهم إناس يتطهرون ثم إنهم حذروه من أن يدعو أحدا أو يستقبل الضيوف في منزله وإلا فترد جزابه عندها دعا لوط عليه السلام قال قال رب صني على القوم المفسدين بعد أن استدعفوا قوم سدوم نوط عليه السلام أصل الله ملائكة لنصاته فمروا على إبراهيم عليه السلام يخبرونه بما سيجي لقوم لوط ويبشرونه بابنه إسحاق وحفيدة يعقوب عليهم السلام عندها خاف إبراهيم على لوط خاف عليه من الهلاك فجعل يجادل الملائكة هل تهلكون قاية فيها مئتي مؤمن قالوا لا قال مئة قالوا لا قال أربعة عشر قالوا لا قال فمؤمن واحد قالوا لا قال إن فيها لوطا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القاية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجي أنه وأهله إلا ما أته كانت من الغابرين طلب الملائكة من إبراهيم عليه السلام التوقف عن المجادلة في مسألة قوم لوط فعذاب الله وأمره قد صدر فلما ذهب عن إبراهيم روع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منير يا إبراهيم أعيد عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود كانت زوجة لوط عليه السلام غير مؤمنة جعلها الله مثلا للذين كفروا ضرب الله مثلا للذين كفروا ماء تنوح وماء تلوت كانتها تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين الخيانة هي خيانة الإيمان والعقيدة فلا يغني نسب ولا قابة حتى لو كانت من نبي دخل رسول الله وملائكته قاية سدوم على هيئة شباب وسينين أرأتهم ابنة لوط عليه السلام فأسرعت وأخبارت أباها خوفا عليهم أن يصيبهم فجور القوم أسرع لوط إليهم مستاء فهو لا يملك أن يودهم كضيوف ويخاف ما سيصيبهم من أزية فجعل يحذرهم من أهل القرية طمعا في أن يرجعوا عنها وقرى ذلك ولكنهم استمروا حتى دخلوا داره ولما جاءت رسولنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل ناشيد رفض قوم لوط كل الحجد وأصاروا على ما يويدون من فجور فتحصى لوط عليه السلام أنه ليس لديه ما يحميه منهم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يصب الله تعالى حالهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقسما بحياته إكراما له قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سقاتهم يعمهون هنا استمهل روط عليه السلام قومه ودخل بيته فرأى الضيوف في قمة الهدوء فأنكرح لهم عندما أخبروه بأمرهم قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمطرون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فلما أراد القوم دخول المنزل خرج لهم جبريل وبضربة واحدة أعمى أبصارهم ولقد روضوه عن ضيفه فتمصنع أعينهم فزوقوا عذابي ونزره عاد قوم لوط إلى منازلهم يتلمسون الجدان واتهموا لوط عليه السلام بالسحر وتوعدوه في اليوم التالي فجاءت الأوامر إلى لوط أن يخد من القية بابنتيه ليلا ويترك ماءته الكافرة وأن لا يلتفت فالعذاب واقع في الصباح فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدا إلا ما أتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقية نجا لوط عليه السلام وأهله إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي الشكر وفي الصباح جاء جبريل عليه السلام جعل جناحيه تحت القية ثم اتقع بها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح ديكهم وسمعوا تسبيح الملائكة ثم أمطعت عليهم حجارة لكل واحد منهم ثم أفنتهم الصيحة ودمعت القية بمن فيها ثم قلبها وأعادها إلى الأرض وأصبح مكانها بحيرة ألا وهي بحيرة قومور فلما جاء أمونا جعلنا عاليها سافلها وأمطانا عليها حجارة من سجيل منضوب مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد يقول العلماء أن كل من فعل هذا المنكر ليس ببعيد عن هذا العزاب قوم لوط قية هوت في الأخلاق فهوت في تاريخ البشر فهوت في الأرض وجعل الله رقوبة هذا الفعل شديدة وشنيعة ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر